فضيلة الشيخ فقكم الله يقول يقول بعض طلبة العلم إنه لا ينبغي لأحد أن يقول أنا سلفي لأن في هذا تزكية للنفس فهل ما يقوله إذا كان يقول هذا من باب تزكية نفسه لا يجوز هذا نعم أما إذا كان يقوله من باب البيان لأنه بين أحزاب وجماعات مخالفة ويتبرى منهم ويقول لنا سلفي أنا على منهج السلف من باب البراءة ألا طيب نعم